السلام عليكم ورحمة الله نتحدث إن شاء الله عن elements, the main elements of drama فهذه السلسة الجديدة والدورة اللي يبيدينا وياكم دورة مجانية لمادة الدراما للمرحلة الأولى مادة المسرحية فالelements اللي هي عناصر الدراما, أولاً لدينا البلوت, البلوت the sequence of events of which the play is composed, تسلسل الأحداث بالمسرحية, نسميه إحنا البلوت طبعاً البلوت تسلسل الأحداث بدايتها وسطها ونهايتها تسلسل الأحداث برائزنج أكشن ارتفاع الحدث بكلايميكس اللي هي الذروة وبالفولنج أكشن إذن أي حدث يكون عندي أي حدث بأي قصة أو عمل أدبي مسرحية أو كانت قصة تبدأ برائزنج أكشن ارتفاع الحدث أو تصاعد الحدث الكلايميكس، الذروة، والفولنج أكشن، ونخفاض الحدث أو النهاية، أو النتيجة يعني النهائية هذا هو نقول عليه إحنا البلوت وأنواع الثلاث الرئيسية طبعاً أكو بيهم يقسمون إلى خمسة أقسام وهذا الشيء هم صحيح يعني مو غلط ولكن بالمرحلة الثانية مو بالمرحلة الأولى أكو بعض الأسات إذا يأخذونا بشكل تفصيلي مو مشكلة يعني إذا أستاذك اللي بجامعة ما أخذلك ياه تفصيلي لبلوت إدرسه إذا أستاذك اللي بجامعة بس منطيك عنه بشكل مبسط فإنت أقرأ فقط بشكل مبسط طيب ننتقل الآن إلى الكاركتر الشخصية طيب الكاركتر الشخصيات ببساطة هي الشخص أو الأشخاص الذين يظهرون في المسرحية الممثلين شخصيات هما الممثلين أو كل شخصية تمثل فد عمر أو شخصية أو شخصية ومعاني يعني مظهر ومعتقدات وإلى آخره هذا تعريف الكاركتر طيب الكاركتر لها نواع عدنا الفلات كاركتر This is a type of build around single idea or quality It faces no development إذن النوع الأول من نواع المسرحية اللي نسميه نوع العفن النواع الدرام هو النوع الفلات واللي هو نوع اللي يتحدث عن single idea الشخصية ما لها وجود كبير يعني ما لها تطوير كبير It faces no development لا يفاهد أو لا يواجه أي تطويرات through the events خلال الأحداث and can be described ويمكن أن نصفه by a single phrase or sentence ويمكن النصفة بعبارة أو جملة واحدة طيب ننتقل على round character This type character is a complex معقد هذا النوع معقد اللي يسمون round character because it faces several developments لأنه يواجه العديد من التطويرات during the action خلال الحدث like person in real life مثل ما شخص بالحياة الطبيعية round character شخصية round الأساسية is difficult صعبة to describe لكي تصفها in just a few phrases or sentences في بعض من الجمل أو العبارات إذن إحنا ما نقدر نوصف شخصية round character بكلمة أو كلمتين لأنها شخصية معقدة وتحتوي على الكثير من الأحداث ليست ك flat character ممكن أن نصفها بكلمة أو عبارة أو جملة واحدة طيب ننتقل الآن إلى a theme it means the central idea around which events of a play are built إذن theme هو الموضوع أو الفكرة ما التي القصة أو ما التي المسرحية عن شنو تتحدث هاي الفكرة شنو الأشياء اللي تناولتها هاي المسرحية تناولت موضوع النبذ العنصرية تناولت موضوع نبذ التنمر تناولت موضوع يعني النبذ التفرقة ما بين الغني والفقيرة هذه الأشياء الكبيرة تناولت موضوع الانتقام وإلى آخره هذا المؤلل أو الرومانسية الحب هذا هو نسميه إحنا theme طيب خلصنا من theme ننتقل الآن إلى السمبلزم الرمزية الرمزية على سبيل المثال الدوف هي رمزا للسلام فأنا أستخدم الحمامة لأقصد بها عن السلام فهذه هي فكرة السمبلزم الرمزية طيب ننتقل الآن إلى الديالوج الديالوج هو الحوار اللي يكون ما بين الشخصيتين conversation between two or more persons هذا هي نسميه الديالوج الـ irony عندنا اللي هي المفارقة a term with a range of meaning إذن هو أكثر من معنى أو معنى ثاني أو نطاق معنى متنوع has a second meaning أكو إلا معنى مخفي الـ irony هي أنه أنه فتشي وفتشي ومعنى آخر تقول شي أو أكو فتشي والمعنى آخر وعدنا طبعا باللغة الإنجليزية بالمسرح الإنجليزي عدنا الـ variable irony اللي هي السخرية اللفظية أو المفارقة اللفظية والـ irony of situation طبعا الـ variable irony هي figure of speech in which the disappearance or the difference between what's said and what's meant إذن الـ variable irony هو الاختلاف ما بين ما قيله وهو ما بينه المعنى يعني أنا شوف صديقي يقول لها يا بتش أنت يومية تسأل عليه بالحقيقة هو ما يسأل عليه بالكلام تصير يسموها variable irony وعدنا أيضا الـ irony of situation اللي هي تتحدث عن موقف ما بين التوقع وما بين ما the action represents by action إذن الأحداث اللي يتم من خلال حدث معين أو موقف معين ويكون عكس المتوقع مثلا يعني سيارة الأطفاء تحترق نحن المفروض هي سيارة الأطفاء هي طف النار هاي احترقت يعني فهذا احنا نقول عليه الـ irony of situation كذلك عدنا الـ sitting اللي هو المكان والزمان الذي حدثت فيه المسرحية أو القصة is the time and place in which the action of literal work occurs it's the state of the environment in which situation exists إذن المكان أو الزمان الذي حدثت فيه هذه الأحداث القصة أي قصة معينة هذه الأشياء نقول عليه احنا باللغة الإنجليزية setting وأي قصيدة أي عمل أدبي عفوا قصة مسرحية كانت يكون لها setting ثابت لهنا تنتهي محاضرتنا نشوفكم إن شاء الله بدرس جديد أتمنى شاركون هذه الفيديوهات وترسلونها إلى أصدقائكم